وجهت وزارة تضامن الاجتماعية فريق تدخل السريع المركزي بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى وجود مواطنة مسنة بلا مأوى متواجدة بشارع الجلاء بمدينة طنطة وفور اطلق الشكوى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقييم الطبي لحالة المواطنة وبإيداعها بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطة كما تم إيداع الشاب بلا مأوى يعاني من مرض نفسي بمركز كفر الدوار بالبحيرة بمستشفى الأمراض النفسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية كما تم تسليم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بلا مأوى بإحدى قرى محافظة الدقاهلية إلى الأهل وفي بورسعيد تم تكليف فريق التدخل السريع ببحث وبدراسة حالة مواطن يبلغ من العمر 57 عاما وليس لديه عائل حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي وتم إيداع بدار كبار بلا مأوى ببورسعيد ترجمة نانسي قنقر